منتدى مسك العالمي يشكل لنا منصة مهمة لمشاركة أبرز التحديثات تواصل مؤسسة محمد بن سلمان مسك جفودها ورحلتها في دعم الشباب السعودي وتمكينهم ومساعدتهم على صناعة الأثر بدأت قصتها مع بداية مؤسسة مسك في 2011 بعدها بعشر سنوات في 2021 تم الإعلان عن مدينة محمد بن سلمان غير رفية مع الهدف رئيسي لها أنها تدعم أهداف المؤسسة في مرتبطة ارتباط قوي بمؤسسة مسك طبعا النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي يميزها وإقامتها في مطل البجيري المنطقة التاريخية للدرعية هذا يحمل دلالات على الإرث التاريخي والثقافي لهذه المنطقة ولذلك كان شعار المنتدى فكر وأثر طبعا هذا الشعار يهدف إلى تحفيز وإنهام الشباب المبدع والطموح يهدف إلى تمكينهم وإبراز إبداعاتهم في مختلف المجالات ونقلها كإنجازات من المملكة إلى العالم لذلك قيمت أكثر من 100 جلسة بمشاركة 150 قائد وريادي شاب مشاركة نخبة من المبدعين والمفكرين والمبتكرين والطموحين التقى الشباب الطموح في أكثر من 50 جلسة حوارية أيضا وقعت الكثير من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز ودعم الشباب في مختلف المجالات الريادية والمعرفية يشارك نخبة كما ذكرنا من القادة من المفكرين من المبدعين من الملهمين في الجلسات الحوارية بهدف طبعا تشكيل حلقة وصل ما بين الشباب السعودي وأقرانهم من أنحاء العالم هذا بحد ذاته يعني يعطي دفعة معنوية للكثير من الشباب الطموح يحفزهم يلهمهم لإظهار إبداعاتهم في مختلف المجالات طبعا كما ذكرنا منتدى مسك العالمي أهدف إلى تشكيل حلقة وصل ما بين الشباب المبدع والطموح ومجموعة من المتحدثين الملهمين في مختلف المجالات المجالات التي غضيت في هذا المنتدى تتعلق بالاستدامة بالرياضة بقطاع الألعاب لذلك مشاركة أكثر من 100 منتحدث من مختلف المجالات هذا بحد ذاته يعطي دفعة معنوية للشباب المبدع والطموح ترجمة نانسي قنقر